اشتركوا في القناة 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 وينادي في الناس الصلاة حتى اذا قيمت الصلاة تقدم عمر في المحراب ليصلي بالناس كانت المساجد والاخوة والاخوات في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها اضواء كثيرة وفيها شيء من الكهرباء لا انما كان المسجد فيه سراج او سراجان دخل عمر كبر في المحراب الله اكبر ثم بدأ يصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كاذا ذاك المجوسي ان يخرج عليه لكنه اراد ان يؤخر الخروج اليه حتى يقوم عمر الى الركعة الثانية فيكون اكثر الناس قد قدم الى الصلاة واستففوا في الصفوف فلما تم عمر الركعة الاولى قام رضي الله عنه الى الركعة الثانية وكبر الله اكبر وبدأ يقرأ بالناس مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين في لمحة عين خرج عليه ذلك المجوسي وطعنه ثلاث طعنات وقعت الاولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته وجر الخنجر فلما جر الخنجر فتح ما تحت السرة حتى خرجت بعض امعائه من قوة الطعن وصاح عمر باعلى صوته ووقع على الارض صريعا اما ذلك المجوسي فانه لما قتل عمر انطلق يشق الصفوف ليهرب ويطعن الناس يمنة ويسرة حتى طعن ثلاثة عشر صحابيا مات منهم سبعة في الحال ثم وقف في اخر المسجد شاهرا سكينه ما يقترب منه احد الا طعانه حتى اقترب منه واحد من المسلمين فلما اقترب منه هذا المسلم رفع هذا المجوسي يده ليطع هذا المسلم فتأخر هذا المسلم عنه وكان هذا المسلم يلبس برنسا يعني رداء كهذا الرداء فاقبل ذلك المسلم وخلع رداءه والقاه على وجه ابي لؤلو اهل الجوسي اول ما القي الرداء على وجهه يحتاج الى وقت يسير حتى يفكه عن وجهه فعلم انهم قدروا عليه ممكن يضربونه بسيف يطعنونه بخنجر يدفعون على الارض يضربون على رأسه بعصى فلما علم انهم قدروا عليه طعن نفسه ومات قال عبدالله بن عمر مات المجوسي اقبلنا على ابي لنحمله قال فاذا جراحه تنزف بالدم قال فاقبلت اضع اصابعي على جرح ابي لامسك الدم تعلمون ايه الاخوة والاخوات انه لو جرح احد مثلا فانه يضغط باصبعه على الجرح حتى يمسك الدم حتى يذهب الى الطبيب او ان يعالجه بعلاج يقول هذا يقول عبدالله بن عمر اقبلت ليمسك الدم اضع اصابعي على جرح ابي الذي تحت سرته ليمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه وذلك من كبر الجرح قال فخلعت عمامتي وربطت بها على بطنه قال ثم حملناه وعمر لا يدري عن شيء ابدا مغمن عليه تماما قال حتى حملناه رضي الله عنه مضينا به الى فراشه وضعناه على الفراش اخذنا نكلمه يا امير المؤمنين يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب وعمر لا يدري عن شيء ابدا ممزق البطن قال حتى اذا كادت ان تطلع الشمس افاق فالتفت يمينا ثم التفت يسارا ثم كان اول سؤال سأله ان قال ماذا قال تخيلوا يا اخواني الان انسان مثلا مطعون ما افاق من اغمائه نظر فاذا العماء مربوطة عليه فيئة بالدماء واذا الالام تأكل جسده يلتفت يمين اذا الرجال يبكون يلتفت يسار فاذا النساء وراء الستر يبكين ينظر الى نفسه فاذا الدماء تسيل من كل جهة منه فلما رأى ذلك رضي الله عنه ما سأل وقال من قتلني ولا قال ما الذي حصل ولا قال من طعنني ولا قال ما هذه الدماء ولا سأل عن سبب بكائهم لا انما سأل عن اهم شيء عنده في الحياة اول سؤال سأله قال اصلى الناس صليتم اهم شيء صليتم اصلى الناس قالوا نعم يا امير المؤمنين قال الحمد لله لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة اللي ما يصلي كافر ثم التفت عمر اليهم قال يا عبدالله ابن عمر قال نعم قال اعطني ماء قال تشرب قال لا انما اريد الوضو انا ما صليت الفجر قطعت عليه الصلاة الى الان يا اخواني ما سأل من قتلني من طعنني من الذي حصل الى الان لم يسأل شيء من ذلك ابدا احضر له عبدالله ابن عمر الوضو ثم وضأه وعمر كان مضطجعا على فراشه ثم قال يا عبدالله ابن عمر قال نعم يا ابت قال اقعدني قال يا ابتي صلي وانت على هذا الحال قال اقعدني لا املك ما اريد اصلي وانا مضطجع مع انه يجوز ان يصلي وهو مضطجع لانه رجل مطعون ومريض قال عبدالله ابن عمر فحركته وقيده قال فلما تحرك انفتح الجرح الذي تحت سرته ثم تأوه وخرجت بعض ومعاه طبعا هذه آلام كلها قال فارجعناه الى اضطجاع ثم شددنا عليه العماء لما صلى عمر وصلى وسبح وهلل واستغفر وذكر اذكار الصلاة عندها التفت اليهم ثم قال من قتلني قالوا قتلك الغلام المجوسي قال غلام المغيرة ابن شعبة قال نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل موت على يد رجل عربي لا العروبة والعجمة ليست مقياسا عند عمر الحمد لله الذي لم يجعل موت على يد رجل غني الحمد لله الذي قتلني فقير لا ايضا الفقر والغنى ليست مقياسا عند عمر الحمد لله الذي جعلني رجل مملوك ليس حرا ايضا الحرية والعبودية ليست مقياسا عند عمر انما قال عمر الحمد لله ان الذي قتلني لم يسجد بسجدة واحدة لله يحاجني بها عند الله تعالى يعني الحمد لله الذي قتلني ما يصلي لماذا لان الذي لا يصلي كما ذكر اكثر اهل العلم هو من الكافرين ما يحتاج رب العالمين يطيل يوم القيامة معه الحساب إنما قد يحاسب على شيء من أعماله تبكيتا له وإهانة ثم يكون مأواه إلى جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يسألون يقالوا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولا يكفي فقط أيها الإخوة والأخوات إقامة الصلاة بل لابد أيضا من إقامة أركانها من إقامتها وصلاتها في وقتها كما أن الحج لا يجوز في غير وقته كذلك الصلاة لا تجوز في غير وقتها وكذلك الصوم لا ينبغي أن يصوم في غير وقته إلا لعذر إلى غير ذلك ولعلنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات نكمل ما تبقى معنا من الكلام عن الصلاة وغيرها في قرية العجائب أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير وأن يجعلنا جميعا ممن يسفعون قالوا فيتبعون أحسن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركة على رسول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر